زوجي مدمن لعبة البوبجي كيف أخليه مدمن عليه أنا بس يعني أنتوا بعد ما يصير يعني هو صح مدمن لعبة البوبجي هذا غلط زين لكن أنه تبينه يصير مدمن عليك يعني هم صعب يعني الإنسان يعني يبي فترة يعيش مع أصدقاءه فترة يمارس هواياته فترة يستمتع أنه يصير عنده تحدي في الحياة في وظيفة ولا عمل ولا مشروع ينجز يصير عنده فترة يكون مرتاحة بروحها قاعد بروحها ومرتاء يعني ما يصير يرصق فيك 24 ساعة وانت ترصقين فيه 24 ساعة أصلاً هذه مو حياة يعني هو الحياة ما فيها لزق هو صح زوجين بس مو بالضرورة أن نحن نرصقهم مع بعض يعني هو كون مدمن لعبة البوبجي هذا صح هذا غلط وكون يستطلبين هذا الطلب أنا بالنسبة لي غلط فالسؤال مركب بين غلطين بين إدمان لعبة البوبجي وبين إدمان علي جنتي السؤال اللي بعده أبي زوجي يفكر فيني 24 ساعة شوف يعني هم هذا بعد هم هذه مسألة ثانية يعني بعد أنتوا تبت سيطرون على عقله وتبت سيطرون على تفكيره يعني هم صعب يعني ترى الإنسان لما يكون مسيطر ويبي يسيطر على الآخرين يصير منبوذ ويصير مكروه يعني أي شيء في الحياة أي شيء تخيله حتى لو الشمس 24 ساعة تكون في شروق الناس تتملها ولو هي تغرب 24 ساعة الناس تتملها ولذلك شوفوا الانتحار اللي موجود في الشمال هناك فوق النرويج وفوق السويد لأن الشمس تطلع 6 شهر وتغيب 6 شهر فيصير عندهم يعني روتين رتابة يتعبون من الحياة لكن لما كل يوم تشرق وتغرب نحس أنه فيه تجديد فيه تجديد في الحياة الحياة الزوجية نفس الشيء إذا 24 ساعة لاصقين ببعض وهي مثل ما تقول للأخت تبه زوج هيفكر فيها 24 ساعة هو ما عنده شغل ما عنده شيء هذا لا مو صحيح لكن أنت يعطي مسافة وعطي مساحة فيه أوقات أنتوا فيها مع بعض وفيه أوقات كل واحد شاهد فيها الحياة أهدافه ومشاريعه